قوة الشفاء وطبعا أكيد بتوافقه معاي أحباء المشاهدين لا توجد أي قوة ولا في أي نبي ولا أي مؤسس ولا أي حكيم ولا أي فلسوف إلا من خلال شخص الرب يسوع المسيح يسوع المسيح ما تغير هو هو أمس واليوم وإلى الأبد اسمحوا لي أقرأ بعض الآيات اتكلمها يسوع المسيح في مجمع الناصرة عندما دفع إليه مخطوطة أو سفر إشعياء والاقتباس كان من إشعياء 61 اللي بتتكلم عن المسيح المنتظر عن المسيح وتمت هذه النبوة في شخص يسوع المسيح في مجمع الناصرة مكتوب أو قال يسوع روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسرين القلوب لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر وأرسل المنصحقين في الحرية وأكرز بسنة الرب المقبولة وطبعا قال يسوع في آية 21 فابتدأ يقول لهم إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم هذه القراءة من مخطوطة إشعياء بتتكلم عن المسيح المنتظر واضح من كلام المسيح قال روح الرب علي لأنه مسحني مسحة إلهية مسحة من فوق كيف يسوع الذي من ناصرة الجليل كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتصلت عليهم إبليس لأن الله كان معهم هذه المسحة الإلهية تختلف عن أي شخصية أخرى لأن يسوع المسيح جاء من فوق والذي يأتي من فوق أو الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع وهذا مهم جدا أحبائي ندركوا أنه هذا بيعطي مصداقية لكلمة الله الكتاب المقدس أنها تسير بتناغم وإحكام وإنسجام وأنه كل هذه الكلمات تمت أو هذه النبوات في شخص الرب يسوع المسيح وهذه الخدمة مكتوب عنها لأبشر المساكين مسحني لأبشر المساكين خدمة يسوع المسيح كانت للجميع بدون أي استثناء خدمة يسوع هي متعددة وإحنا دايماً منقول في برامج نور لجميع الأمم أو البث المباشر ليكن نور دايماً لما بيسألونا على الخدمة إحنا منقول لهم أنه خدمتنا إحنا موديل يسوع المسيح في الخمس خدمات يسوع مكتوب عنه كان يطوف كل قرى الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت فإذن خدمة يسوع المسيح التعليم وأجمل تعليم نشوفه في عزة المسيح على الجبل وأيضاً نشوف خدمة يسوع المسيح الكرازي 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 الأخبار المفرحة المبشرة أنه الله بحب العالم بحب الناس وأنه إرادته لا يشأ أن يهلك أي شخص بل أن يقبل الجميع إلى التوبة التعليم الكرازي وطبعاً مثل ما شفنا في الآيات كان يعلم ويكرز ببشارة الملكوت كان يشفي كل ضعف وكل مرض في الشعب في قول الشفاء كان بيشفي المرضى وعندما أقول المرضى أعداد غفيرة من المرضى كل نوعيات المرضى ما كان شيء مستحيل على يسوع المسيح ثم إخراج الأرواح الشريرة وهذا محتاجين نعمل اليوم صدقوني العالم عم بيهلك وقوات الشر عم تزداد والشياطين عم بتحرك الديانات والبدع والأنظم السياسية اللي هي كل هذه مجتمعة ضد يسوع المسيح متسميها ضد المسيح هذا النظام ضد المسيح هو نظام ضد كنيسة الرب ثم أحبائي كان يجول يصنع خير فمثلا شاف جنازة ابن وحيد لأمه في قرية تقنئين لمس النعش وقال للشاب لك أقول قم يعني أنقذ أسره أنقذ أمه الأرملي وهو وحيد لأمه اللي هو مصدر رزقها كان بيصنع خير في مرتين كان فيه آلاف بتتبع يسوع المسيح المرة الأولى أشبع خمسة آلاف رجل من خمسة أرغفة وسمكتين والمعجزة الثانية أشبع أربعة آلاف من سمك ومن سبعة أرغفة وهكذا أحبائي خدمة يسوع المسيح هي متعددة كان بيفتح عيون العمي كان برد البصر والبصيرة كان بيخلي العرج تمشي والمفلوجين تقوم كان بيخلق كان بيعمل أمور مذهلة معجزات المسيح كانت واضحة كانت علنية ما فيها أي تخمين أنه تشك فيها أو ما تشك ودليل بموافقة الأعداء والأصدقاء على السواء في مرة أقام ألي عازر من الموت بعد ما أنتن أربعة أيام يعني خلق لألي عازر جسد جديد وكان مدرك هذا الأمر في أورشاليم لدرجة أنه عملوا اجتماع في مجمع السنهادريم أنه خلينا نشوف حل يا جماعة إذا تركنا راح الكل يؤمن بي وطبعا كانت الفكرة عندهم فكرة سياسية لألا الحكومة الرومانية تيجي بتأخذ يعني الموضع بتاعهم أو مكانهم وبيعطوها لآخر فكان الحل أنه يتخلصوا من يسوع وكمان يتخلصوا من الأعازر اللي قام من بين الأموات فإذن هذه المعجزات كانت واضحة أمام الجميع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر